للسوق النفطية العالمية وللتعليق ومنقشة هذا الملف الحدث التقوية الذي تحتضنه الجزائر ابتداء من اليوم معنا عبر سكايب وزير طاقة السابق السيد شاكيب خليل مباشرة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية للحديث أكثر عن هذا الحدث البارز والأهم الذي تحتضنه الجزائر نرحب بك معالي الوزير سيد شاكيب خليل أهلا بك معنا نتعلم مباشرة شكرا إذن كسؤال أولي بحكم تجربتك الطويلة في السوق النفطية ما هو توقعك الشخصي لنتائج اجتماع الجزائر خاصة أن وزيرة طاقة نوردين بوترفا كان قد أكد عشية هذا المنتدى أن الهدف الأساسي للإجتماع هو الاستقرار في أسعار النفط تفضل أيها السوق الآن يعني فيه عرض أكثر من الطلب وغير المتوازن ولهذا تشوف الأسعار يعني في المستوى 240 إلى 50 دولار ولهذا اجتماع الجزائر اجتماع مهم بالنسبة للأسعار في الأشهر القادمة وباستقرار السوق من بعد الآن المشاكل فيها مشاكل ما بين أعضاء يعني المنظمة وبين الأعضاء المنظمة وخارج عن المنظمة ولهذا أنا كثير متفائل بأن ينجح اجتماع الجزائر على الأقل لتجميد الإنتاج دول الكبرى كما السعودية وكما العراق وإيران وروسيا لأن هذا يعطي تأشير للسوق وسترتفع الأسعار بحوالي دولار أو دولارين ولكن هذا مهم لأنه يكون أساس لزيادة الأسعار في الأشهر القادمة والسنة القادمة هذا هو المهم وأظن هذا سيجري لسببين سبب الأول هو أن المنتجين الكبار توصلوا إلى أعلى مستوى ممكن في الإنتاج ديالهم ما فيها السعودية وروسيا وحتى المنتجين الأمريكيين وثانيا لأن توصلوا إلى أكبر حصة لعندهم الأسواق العالمية ولهذا ما عندهمش أي فائدة لزيادة في الإنتاج وربح حصص أكثر من ما توجد الآن عندهم في الأسواق ولهذا نظن هذا كثير إيجابي وإن شاء الله يكون يكون الاجتماع ناجح اليوم الأربعة إن شاء الله طيب سيد شاكيب خليل تحدثت عن نظرتك المتفائلة لهذا الاجتماع هذا النظر المتفائلة التي تتطابق مع نظرة وزيرة تاقى نوردين بطرفة وهو الآخر متفائل جدا بهذا الاجتماع قال أنه هو يعتبر ناجح بحد ذاته لأنه استطاع أن يرفع التحدي وأن يكون هذا الاجتماع شبه الرسمي ولأنه بنفس الوقت لأن المنظمة كانت أخذت في 2014 قرار لغير خفض في الإنتاج هذا ضر في كثير الأعضاء المنظمة وحتى الدول الخارج المنظمة كما روسيا والآن إلا ما أخذوش هذا القرار سيدر بأكثر الدول الأعضاء خلال كبير الإنتاج كما السعودية مثلا طيب بحديثك عن السعودية فيما مضى ختم لقاءات عديدة مع السعودية وإيران هل هي نفس المتغيرات التي يمكن أن تغير واقع سعر النفط؟ هو صحيح لأنه وراء كل هذا الشيء أحداث سياسية لأنه في السابق ما كانتش المنظمة الأوباك تتأثر بكثير من الأحوال السياسية بعض الأعضاء حتى في وقت لما كان حارب ما بين إيران والعراف كنا نقدروا أن توصلوا إلى قرار في المنظمة وخفضنا الإنتاج في هذا الوقت لاستقرار السوق ولهذا الشيء غريب الآن بأن الدور السياسي الكبير الذي سيأثر الآن على المنظمة ولكن في نفس الوقت السعودية توصلت إلى أعلى مستوها وعندها أكبر حصة في السوق العالمي في نفس الوقت إيران زادت الإنتاج جيالها حتى توصلت إلى 3.8 وما نظن إيران تزيد بكثير على هذا المستوى ولهذا أنا كثير متفائل لتوصله إلى النوع من إتفاق لتجميل الإنتاج إن شاء الله يوم الأربعة إن شاء الله طيب سيد شاكيك خليل هل الجزائر قادرة على خلق التوازن أو حتى صنع تقارب سعودي إيراني هم حاولوا ومازال يحاولوا لهذا التقارب ولكن لأن هذا التقارب يلزم له شيء من إتفاق يعني على الأقل زياسي هذا يكون صعب بكثير لأن في المستوى الفني في المستوى الاقتصادي يكون القرار سهل لأن السعودية وصلت إلى أكبر مستوات الإنتاج لها وإيران نفس الشيء ولهذا الأساس الاقتصادي ليس لازم يعني يكون فيه مشاكل من هذه النحية ولكن ولا واحد يعرف كيف سياسة راح تأثر على هذا القرار طيب لو نقيم فقط أو تقيم لنا أداء وزارة تاق نوردين بوترفا كيف تقيمون أداءه خاصة بعد أن رفع تحدي؟ والله يعني الشغل للوزارة كان كثير جيد لأنه واجه مشاكل كبيرة في أوائل توليه للوزارة وهذا صعب جديد لما واحد يكون وزير جديد ويواجه من أكبر المشاكل لموجودة من المنظمة ما كانش عنده حتى الوقت مثلا يتنفس ويعرف بالأعضاء ولكن هذه طريقة مليحة لأنه لما تواجه الصعوبات واحد يتعلم بسرعة ويتأقلم ونظن واجه الصعوبات كثير بطريقة جيدة وبالشروع في اللقايات يعني مع العضاء مع السعودية مع إيران ومع روسيا وهذا هو المهم ويقدر يتفاهم أوضاعهم مع المشاكل وياخد القرار المناسب وعنده الخبراء يعني لحواليه لعندهم خبرة طويلة في المنظمة وخارج المنظمة وإن شاء الله يكون فيها الأخير إن شاء الله طيب سيد شاكيب خليل بالعودة لتقارير الدولية التي تتابع هذا الحدث طاقوي البارز عن كثب فبين متفائل ومتشائم تقرير بانك أوف أمريكا قال أن الجزائر تواجه تحديات قد تمنع والوصول لاتفاق يقضي بخفض الإنتاج ورفع الأسعار هو تقرير صدر يوم أمس الأحد أيوة يعني كل الناس عندهم أراء في الموضوع نظن خفض في الإنتاج صعب بكثير لأنه من ناحية السياسية خفض في الإنتاج الآن يكون صعب لأن كل واحد يعني يبقى بمجرد يكون عنده إمكانيات من بعد باشي يساوم ويعني في البتقبل ولسي من بعد توازن السوق ولكن تجميل تجميل الإنتاج ما يكلف أي عضو أي شيء الآن وهذا هو أسهل شيء من ناحية الاقتصادية يكون إيجابي من ناحية السياسية ما يكلف كثير ولهذا هذا ممكن ولكن تجميل نظن سيأخذ وقت يأخذ وقت لدراسة السوق ولسيما فيه إنتاج متزايد من طرف دول أخرى ولسيما الكازاكستان وليبيا سترجع إلى السوق ولهذا فيه تحدي في أوائل السنة القادمة ونظر أن يكون فيه اتفاق ولكن يمكن فيه اجتماع جوان 2017 في فيينا في المنظمة إن شاء الله طيب تفصيل آخر فقط مهم في هذا التقرير تقرير بانكوف أمريكا أشار أن التحديات من المرجح أن تسفر عن تشل جهود دعم أسعار الخام هذا تفصيل أيضا مهم في هذا التقرير يعني إذا ما كان فيه أي جمع يعني في اليوم الأربعاء سيكون انخفاض للأسعار بحوالي دولار أو دولارين وهذا يكون أساس لزيادة الأسعار في المستقبل وهذا يعني حوالي 7% من درر في المداحل للدول ولهذا في السنة القادمة ولكن إلا صار يعني اتفاق إيجابي سيوصل توصل الأسعار إلى 50% وهذا يصير أساس لزيادة في الأسعار للأسابع والأشهر والسنة القادمة هذا يكون عنده إنعكاس إيجابي بالنسبة إلى المداخل للدول حتى السعودية نفسها 7% يعني زيادة في المداخل لا بس بها يعني وهذا نظن يكون الضغط الهام على الأعضاء باش يقصده إلى تجميد الإنتاج طيب سيد شاكيب خليل بما أنه هذا الاجتماع الشبه رسمي سيتمخد عنه مجرد مشاورات لن تكون هناك قرارات هل من الممكن أن يؤثر هذا على قرارات الاجتماع فيهن المقبل إن شاء الله يعني يكون فيه إجماع وتكون السياسة يمكن يعني ما تكونش تأثر كثير على الاجتماع وكان موجود كل أنواع من الاتفاقيات يمكن تعطي تأشيرة واضحة للسوق هو المهم لأن السوق رح يستنى في إشارة من طرف المنظمة أو المنظمة مع أعداء أخرى وهذه الإشارة لازم تكون إيجابية باش تأثر على الأسعار ما نظلش تأثر عليها كثير كثير من طريقة أولا أخرى ولكن مهمة لأن نتأثر في ظرف سنة هذا يأثر على المداخل الدول ولهذا أنا كثير متفائل إن شاء الله على هذا الاجتماع طيب في الأخير فقط هذا الاجتماع الذي تعاول عليه الجزائر كثيرا طيب هو سيتمخذ عن أحد الأمرين إما تثبيت إنتاج النفط أو تقليصه أيها صحيح ولكن ما نظنش تقليص الإنتاج يمكن يتفق عليه المنتجين لأنه هو كما قلت من قبل صعب بكثير الآن لأن كل واحد من الأعضاء رأي يشوف في العدو الآخر اللي رأي يزيد في الإنتاج جاله ونظن ما توصلنا إلى استقرار في السوق وتوازن في السوق هذا سيجري في السنة القادمة ولسيما بعد الربع الثاني ديال السنة القادمة ولهذا نظن كل أعضاء سيستنوا هذه الأوضاع التوازن واستقرار في السوق لأخذ القرارات المناسبة ولسيما إما انخفاض في الإنتاج جاله في ذاك الوقت أو يأخذوا كما أخذنا القرار في السابق حول سعر معين كهدف للمنظمة وللسوق العالمي مثلا يقولوا الهدف لنا هو خمسة أمسين دولار أو ستين دولار وهذا سيأخذ كهدف ومن هنا لازم في كل أعضاء يكونوا وافيين لهذا الهدف أو لخط الإنتاج المشكلة في السابق في المنظمة كان امتثال ديال المنظمة والتي على الأعضاء ديال المنظمة بالقرارات ديال المنظمة وهذا اللي يخلي يعني الأعضاء والأعضاء الكبار كما السعودية وذوق الخليج ما ما يتيقوش كثير يعني بالأعضاء الأخرى إنما كاش ينتهلوا بالقرارات ديال المنظمة ولهذا ما نظنش يكون فيه قرار انخفاض لكن يكون فيه قرار بتشميد والقرار لانخفاض أو بهذا السعر يكون في السنة الجاية إن شاء الله باجتماع جوان ديال المنظمة أو حتى اجتماع ديسمبر 2017 وهذا راح يساعد تقوية الأسعار ويساعد في تكون فيها الأسعار أكثر أو أكبر من ما موجودة فيها الآن طيب في الختام سيد شاكيب خليل هذا الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر هذا الحدث تقوي الهام والبارز نستطيع القول أنه سيحسب على الجزائر كخطوة إيجابية سيحسب أيضا على وزيرة طاقة الحالي نوردين بوترفا إن شاء الله نظن الجزائر عملت كل ما وسعها وجهدها لتواصل الأعضاء إلى اتفاقية إيجابية لا نظن تقدر تعمل غير ما عملت حتى الآن لأنه فيه مشاكل كما تعرفون سياسية وراء القرارات لأعضاء المنظمة وهذا صعب واحد يقدر يأثر عليه ولكن نظن أي اتفاق ولا سيما تجميل الاتفاق يكون كثير إيجابي والمهم هو عملنا جهد كبير وليوصول إلى هذه الاتفاقية وإن شاء الله يجيب هذا الجهد يجيب الخير في المستقبل ونظن يكون فيه خير للمنظمة وللأسعار في 2017 على أي حال إن شاء الله أخيرا فقط بقى سؤال فقط واضح واحد هل من الممكن أن يتحول هذا الاجتماع الشبه رسمي هل من الممكن أن يتحول إلى اجتماع رسمي وستتمخذ عنه مجموعة من القرارات الهامة والبارزة التي أكيد ستخدم الجزائر خاصة مع حضور كل الفاعلين نظن أي شيء يعني يقدر يقره نظن لازم يعطوا إشارة للسوق الآن هذه الإشارة تكون إيجابية بأن إما توصلوا إلى تجميد أو قريب قادرين يتوصلوا إلى تجميد على الأقل بش يعطوا إشارة إيجابية لأن أي إشارة غير هذه للتجميد مثلا لأن الخفض صعب جير هذا يعطي إشارة يعني ما شيء إيجابية للسوق وثانيا يقدروا يجتمعوا أي وقت من بعد في اجتماع غير عادي ولكن نظن سيكون صعب هذا الاجتماع ولو من بعد يعطي يعني قرار إيجابي لأنه قريب كل أعضاء رح قد يستنوا في التوازن في التوازن هذا ما نوصل إليه إلا من بعد ستة شهور أو أفضل ولهذا أنا أكثر متفائل ولكن سيأخذ وقت لتوازن ولزيادة في الأسعار لكي توقفوا إلى ستين دولار في أواخر ألفين وسبعتاش ومن بعد ذلك تكون فيه زيادة أكثر كل سنة إن شاء الله لأن الطلب الطلب للناس ينساوى كثير هو أن الطلب للبترول سيزداد كل سنة بمليون إلى مليون ونص هذه السنة بمليون ومئتين ألف ولهذا هذا رح يساعد كثير باستقرار وتوازن السوق ولهذا الوقت عنده أهمية في القرارات وواحد يأخذ الوقت المناسب باش نساعد السوق إن توصلوا إليه إلى أسعار إيجابية إن شاء الله في المجتمع نشكرك كثيرا معالي الوزير سيد شاكيب خليل وزير التقاء السابق كنت معنا مباشرة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك على هذا التدخل وعلى كل هذه التوضيحات